وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية الليواروكن فرج البحسني باستئناف سير الأعمال الانشائية والفنية في مشروع حديقة النصب التذكري وساحة شهداء حضر موت جاء ذلك خلال زيارة النائب البحسني لموقع المشروع للاطلاع على ما تم تنفيذه من أعمال في مكونات المشروع وكما زار البحسني مشروع متنزه المكلة بارك الترفيهي واطلع على سير الأعمال نهائية والتجهيزات الجارية بالمشروع واستيراد الألعاب